أنا باتفق مع الحضرتك قلته وتقال مرة أخرى من أكتر من رجل صناعة. مصر محتاجة استراتيجية لتطوير الصناعة. وأنا يعني أنا بنتهز فرصة عارف أن البشمواتس محمد السويدي رئيسة حد الصناعات موجود وكان قاعد معنا وحضرتك وكل الغرف الصناعة أنكم نشتغل مع بعض على وضع الاستراتيجية. أنا ليس الهدف أن وزارة الصناعة هي اللي تقوم بهذه الاستراتيجية وتعدها. الهدف الرئيسي أن اللي يقوم بتطوير هذه الاستراتيجية هم رجال صناعة مصر لأنهم الأعلم بوضوح شديد إيه هي المستهدفات وإيه المفروض تبقى ملامح هذه الاستراتيجية. وإحنا كدولة يكون دورنا إن إحنا ندعمكم ويعني نساعد في إطار وضع هذه الاستراتيجية. وإحنا يمكن كنت بأمل ويمكن في لقاءاتي قبل هذا المؤتمر أنا كنت بقول لحضراتكم إن إحنا بنطمح إن يبقى واحد من مخرجات هذا المؤتمر إن يعني نصل إلى إطار عام لهذه الاستراتيجية ونعلن عنه. فإذا حتى ما كناش هنلحق إن إحنا نضع هذا الإطار العام في هذه الأيام يبقى على الأقل إن إحنا بنطوافق إن هذه الاستراتيجية تخرج إلى النور في حد أقصى ثلاث شهور من النهاردة. عشان يبقى بتعلن وإن النهاردة يبقى دي يعني تكليف واضح لحضراتكم مع وزارة الصناعة إن يكون هناك استراتيجية لقطاع الصناعة في مصر لمدة عشر سنين على الأقل. ودي تخرج بحد أقصى ثلاث شهور من الآن إن شاء الله. أنا مش حابب أطول على هذا الموضوع ولكن أنا حابب إن أنا أكد إن كل الملاحظات اللي أثيرت ونوقشت إحنا كنا بمنتهى الشفافية والوضوح بنرد عليها. الجزء الخاص بتعريفات ما هي الدولة وما هي البعد الأمن القومي والبعد الاستراتيجي اللي بيممكن يخلي الدولة إنها تدخل في أي مجال كنت برضو حرسين جدا على توضيحه. لأن إحنا هدفنا من هذه الوثيقة اللي إحنا بادرنا كدولة بإن إحنا بنقول إحنا بنعدها وإحنا كمان بنعملها ويمكن من ثلاث شهور لما أنا يعني عرضت ملامح هذه الوثيقة كان ممكن إن إحنا يعني نصدر الوثيقة. لكن إحنا قلنا بالرغم إنها كانت معدة بالتعاون مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال في مصر في الوقت ده لكن قلنا برضو حنترحها كحوار مجتمعي لمدة ثلاث شهور ونسيب كل الأراء إنها يعني تتحط عليها لأن كل حرسين كل الحرس إن هذه الوثيقة لما تصدر يتم تنفيذها.